كل مشاهدين بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة البلقاء احنا موجودين معكم على الهواء مباشرة من مقام النبي يوشع بن نون فتى سيدنا موسى عليه السلام يقع هذا المقام على بعد 25 كم غرب محافظة العاصمة على أطراف مدينة الصل في موقع مطل على الضفة الغربية والأغوار طبعا مشاهدين هذا المقام من أهم المعالم الدينية في المنطقة طبعا تم بناءه في العهد العثماني يضم العديد من الأقسام والمرافق من مصلى ومطعم ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض بالإضافة إلى الضريح اللي احنا موجودين فيه الآن يستقطب ويستقبل أعداد كبيرة من السياح والزوار للأسف يعني كان قبل قليل أعداد كبيرة من الزوار كنا حابين نستعرضهم من خلالكم من خلال قافة برنامج يوم جديد ولكن لضيق الوقت للزوار يعني خرجوا من المقام طبعا مشاهدين لحد تتعرفوا أكثر على هذا المقام سيكون معنا الشيخ نصر الخطيب التميمي وهو مشرف المقامات في مدينة أصل نحكي لك صباح الخير ويعطيك العافية صباح النور حياكم الله وميت أهل وصحر فيكم حياكم الله شيخ نصر حابين تعرفنا أكثر على هذا المقام تعرفنا بالبداية على قصة سيدنا يوشع بن نون عليه السلام حياكم الله بداية أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه السلام نحن نعيش في ذكرى معجزة الإسراء والمعراج أتقدم بالتهنية وأقول لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كل عام وأنتم بخير وأسأل الله عز وجل كيف أن الله عز وجل أزال الهم والكرب والشدة عن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فأكرمه بمعجزة برحلة بل أقول معجزة الإسراء والمعراج أن يزيد الهم والغم والكرب عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب نحن الآن بجوار نبي الله يوشع بن نون عليه السلام هذا النبي اسمه يوشع ابن نون ابن إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن أسحاق ابن إبراهيم عليه السلام حقيقة في القرآن الكريم لم يذكر اسمه ولكن ذكر بكلمة أخرى بصورة نقروها كل جمعة هي نور للمسلم من الجمعة للجمعة وقيل أول عشر آيات أو آخر عشر آيات تعصر من فتة الدجال أعتقد لكم لعرف أنها صورة الكهف بماذا ذكر انظر إلى الشاهد قال الله تعالى في صورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقب يقول رسول صلى الله عليه وسلم الفتاه ويوشع هذا فتى موسى هذا الذي كان يخدم موسى هذا الذي حمل له الغذاء الحوت المشوي عندما ذهب موسى عليه السلام ليتعلم من العبد الصالح الخضر عليه السلام هذا الفتى في الطريق وصل موسى عليه السلام مع فتاه يوشع مكان يسمى مجمع البحرين عند الصخرة هناك نسي الفتى الغذاء الحوت المشوي وبعد ذلك انطلق موسى فلما شعر بالجوع طلب الغذاء من فتاه انظر لقول الله عزل ماذا قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب النصب يعني الجهد فماذا أجاب يوشع بقول الله عزل فإني نسيت الحوت وما سانيه إلى شيطان طب ماذا فعل هنا موسى رجع عند المكان لأن موسى يعلم أن هذه إشارة أو علامة بأن يلتقي بالعبد الصالح الخضر عليه السلام وذلك قال ذلك ما كنا نبغي وفعلا عاد فلما وصل هناك وجد العبد الصالح الخضر عليه السلام ودار الحوار المعروف في صورة الكهف خرق السبيل نقل الغلام بناء جدار لا نريد أن نطيل والحوت المشوي الله عاد له الحياة فرجع البحر اسمع لقول العزل فاتخذ سبيله في البحر سربا قوله سبحان الله العظيم شيخ نصر يعني احنا موجودين داخل هذا المقام وطريح تعرفنا المقام وين موجود تعرفنا أكثر على المرافق اللي موجودة فيه حب أحكي عن المعجزة التي حصلت لهذا النبي يعني أنطلق مباشرة عن المعجزة لما انطلق بالجيوش لفتح بيت المقدس ونحن في ذكرى معجزة السلام والميراج أقول أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا بيت المقدسي وفلسطين وصل غروب الشمس يوم الجمعة لم يبقى وقتا للقتال الجمعة والسبت عيدهم بني إسرائيل ماذا فعل؟ قال يا الله وهذا درس والله أمة محمد بأمس الحاجة الآن أن تلتجي لله عز وجل بالدعاء هذا درس أن نقول يا الله فإذا سألت اسأل الله وإذا استعنت استعفل ماذا طلب يوشع من الله؟ إطالة نهار الجمعة فنظر إلى الشمس خطبها قال لها أنت مأمور وأنا مأمور اللهم محبس علي فاستجاب الله فأوقف الشمس في السماء فطال نهار الجمعة فقاتل وفتح قسط مغربة الشمس اسمح حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقول ما حبست الشمس لبشر إلا ليوشع ليلة فتح بيت المغرس أو كما قال ولذلك سبحان الله العظيم يعني نقول آية من آيات الله تقف لهذا النبي ناموس منه بسيكون تغير لأجلال ولذلك يأتي الزائر جميع جوزة قبل شيء يعني كان من الهند وقبل جاء قرب من ماليزيا ولو تنتظر سيأتي قرب من أندونيس وهكذا سبحان الله العظيم يأتي محبة لهذا النبي سلام على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا المكان جميل مطل على وادي الأردن الجميل أيضا مطل على مدينة القدس تبعد من هون تقريبا 30 كيلو متر فقط طبعا هواء يقول مطل على مدينة أريحة مطل على مكان معركة الكرامة وقبل أيام مرت علينا ذكرى معركة الكرامة صلى الله عز وجل النصر والتمكين لأمة محمد مطل على مدينة نابس مدينة نابس تبعد من هون 16-17 كيلو متر تقريبا فمكان جميل وفي أطراف الصلط نحكي شيخ يعني أحنا عن المكان برضو حابين يعني للحال يزوروا من الأردن كيف يصلوا كمان تحكينا عن المرافق الموجودة فيها يعني هذا يعتبر مركز ديني يعني مش بس مقام مضريح طبعا هو بأطراف الصلط يعني بدي يجي من عمان تقريبا يبعد عن عمان بحدود خمسة وعشرين كيلو متر يأتي يعني من طريق العمان إلى أصويلح إلى طريق دغري على الطول يعني سبحان الله العظيم ميسر الأمور طريقه على شارع الستين هو هو سبحان الله العظيم يأتي الزائر فيزور وهكذا سبحان الله العظيم بالنسبة للمرافق في مصلى رجال كبير في مصلى نساء في قاعة متعددة الأغراض في كفتيريا في سكن للإمام سكن للمؤذن في نشاطات لدول القرآن في هذا المكان والحمد لله رب العالمين دكتور شيخ نصر بدقيقة يعني والوقت أدركنا حابين تحكين عن الأعمار عادة أعمار هذا المكان ضمن المشارع الهجمية سبحان الله العظيم نحن في ذكرى مجلس الإسراء والمعراج قلب ووجدان جلالة الملك عبد الله الثاني يعني قلبه القدس والأقصى نشوف خطاباته سبحان الله العظيم ولذلك لا نستغرب ولا نتعجب من الهجمية اهتمامهم بالمقامات وأضرحة الصحابة يعني يشوف هذا المنظر الجميل المسجد الضخم الكبير كل هذا قام به يعني سنة 2004 وضع حجر الأساس جلالة الملك عبد الله الثاني وفي 2005 افتتح هذا المسجد الكبير أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناته أسأل الله عزيزي أن يجمعنا جميعا مع حبيبنا محمد صلى الله الله يعطيك العافي شيخ شكرا لك سهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير حياكم الله طبعا مشاهدين كنا معكم على الهواء مباشر اليوم من محافظة البلقاء كنا حبين أن نسلط الضوء على مقامات الأنبياء الموجودة في مدينة السلطم هي منتشرة في جميع محافظات المملكة وبالعشرات وحبين أن نكون باحتفالنا بذكرى الإسراء والمعراج وأيضا بعيد التهنئة على جميع الأمة العربي والإسلامي بهذه المناسبة العطرة وبقولهم كل عام وأنتم بخير